بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة والسيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الدوحة وفي النسخة الخامسة لمنتدى الأمن العالمي الذي يهدف إلى معالجة أهم التحديات الأمنية على الساحة الدولية وإلى التباحث بشأن القضايا الملحة التي تواجه الأمن العالمي إن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر على مدار الأعوام الماضية تأتي نتيجة للاهتمام البالغ الذي نوليه للحوار والتفاهم عالميا وخاصة فيما يتعلق بالأمن وطنيا كان أو إقليميا أو عالميا الحضور الكرام تنعقد النسخة الخامسة من منتدى الأمن العالمي تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي النزاعات والأزمات والتعاون في وقت لا يزال فيه العالم يواجه تحديات متزايدة بسبب العديد من المتغيرات التي تشهدها الساحة الأقليمية والدولية من الحروب الأهلية والصراعات إلى احتكار أسواق السلع حيث تواصل تداعياتها السلبية إلحاق أضراراً فادحة بمختلف القطاعات والتأثير على مئات الملايين من البشر حول العالم إن نجاحنا في تجاوز هذه التحديات يبقى رهينا قدرة دولنا كافة على الاتزام بالمبادئ الأساسية التي تشكل حولها التوافق العالمي وعلى رأسها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير لعل ما نواجهه اليوم من تسييس للسلع الأساسية بما في ذلك الطاقة والمياه والغذاء والأدوية لا يقل خطورةً ومرارة عن الحروب والأزمات لما له من آثارٍ وخيمة على الشعوب الأكثر هشاشةٍ وضعفاً وحيث أن منطقتنا مفّلت لعقودٍ طويلة مسرحاً للعديد من الأزمات وتداعياتها فإننا نؤمن بحاجة المنطقة بشدة إلى إطارٍ مستدام لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل يستند إلى مبادئ الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هذا الإطار المستدام هو ما سيضمن تلبية طموحات شعوبنا وآمالها ولا يتحقق ذلك إلا عبر توظيف قدرات الشباب الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة ويعاني الملايين منهم من غياب فرص التعليم والعمل ومتى منطفأت شمعة الأمل لديهم في غدم مشرق ومزدهر باتت فرص التنمية أحلاماً بعيدة المنال السيدات والسادة إن الأزمات العالمية المتراكمة خلفت تحديات اقتصادية جمّة خاصة تلك التي ترتبط باستقرار سلاسل الإمداد والتوريد تستلزم هذه التحديات استجابة من كل دولة على حدة وجماعياً عبر مقاربة شاملة ومستدامة ولقد اتخذت دولة قطر مبكراً خطوات كبيرة في هذا المسار وذلك إدراكاً منها بأهمية زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية وتنويع سلاسل التوريد لتعزيز أمننا الوطني لقد كان هذا النهج على رأس أولوياتنا وتكللت هذه الجهود بتبوئ دولة قطر مكانة عالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الإنتاج الاستراتيجية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وعملنا على نقل هذه التجربة إلى مختلف الدول إيماناً منا بأهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها المساهمة في مواجهة أزمة الأمن الغذائي كما أننا لن نألو جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن الغذائي العالمي الحضور الكريم إن التحديات التي تواجه العالم اليوم منذ اندلاع أزمة الطاقة الحالية وتداعياتها على العديد من المناطق حول العالم وما سببته من فقر الطاقة وانعدام الأمن وعدم المساواة يستدعي اهتماماً دولياً غير مسبوك وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن نتبنى جميعاً نهجاً واقعياً للتعامل مع نقص موارد الطاقة وأن نضع سياسات متوازنة تعني بحماية البيئة وتوفر أمن الطاقة العادلة للجميع ولذلك اتبعنا منذ سنوات هذا النهج واستناداً إلى هذه الرؤية وبفضل عقود من الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي والتكنولوجيا أصبح الدولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومورداً عالمياً رائداً وشريكاً موثوقاً به دولياً كما لم تدخر جهداً في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة لجميع أنحاء العالم بإنصاف كما عملنا على تزويد الدول الأوروبية بالطاقة خلال أزمتها الحالية وسنستمر في هذا النهج خلال السنوات المقبلة نحن على ثقة من أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً كبيراً في التحول الجاد المسؤول للطاقة وفي هذا السياق تعمل دولة قطر على زيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026 لتزويد العالم بإمدادات طاقة أنظف وأكثر أماناً وموثوقية ومرونة كما تعمل بشكل وثيق مع شركائها العالميين لتطوير حلول طويلة الأجل لتلبية احتياجات الطاقة في العالم ولضمان الاستقرار من خلال توفير الطاقة بشكل عادل لجميع أنحاء العالم الحضور الكريم اتخذت دولة قطر النهج القائم على التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية وبينما نمضي بثبات نحو تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 في كل المجالات تبرز جهود الوساطة التي يقدمنا عليها في نزع فتير الأزمات وتزوية المنازعات في كل من دارفور ولبنان وأفغانستان وتشاد وغيرها لقد أصبحت قطر استناداً إلى هذا النهج الفريد شريكاً يعتد به في صناعة السلام ودعم الاستقرار وسنواصل هذا الدور الفاعل في منطقتنا وعلى مستوى العالم للتخفيف من حدة الأزمات الإقليمية والدولية واستجابة للتحديات الراهنة وتأكيداً على أهمية إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية ومن هذا المنطلق استضافت دولة قطر في الأسبوع الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً والذي كان من أهم مخرجاته برنامج عمل الدوحة وأعلان الدوحة السياسي اللذان يشكلان إرثاً هاماً لدولة قطر والمجتمع الدولي للتعاون في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة لأقل البلدان نمواً سيدات والسادة تستند سياستنا الخارجية إلى مبدأ التعاون والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة ويعتبر تعزيز التعاون الدولي جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية وقد بدأ هذا النهج جلياً خلال استجابتنا السريعة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في شتى دول العالم كما امتدت جهودنا التنموية والإنسانية لتشمل تقديم المساعدات للدول من أجل تعزيز قدراتها المؤسسية في مختلف القطاعات لبناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة الشاملة بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 الحضور الكريم في عام 2022 حصدت دولة قطر ثمرة البذرة التي زرعتها منذ 12 عام ونجحت في استضافة أكبر بطولة رياضية في العالم بطولة كأس العالم لكرة القدم كأول دولة عربية مسلمة تستضيف هذا الحدث العالمي وتميزت بكونها البطولة الأكثر شمولاً وتنوعاً في التاريخ بمشاركة منتخبات ومشجعين من جميع أنحاء العالم ومع كل التحديات التي واجهتنا حققنا نجاحاً استثنائياً لإيماننا بقدراتنا وإدراكنا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي وقناعتنا بأن لدى هذه المنطقة الكثير لتقدمه للعالم ثقافياً وحضارياً مثلت هذه البطولة رسالة سلام ووئام من قطر والوطن العربي إلى العالم أجمع ومناسبة فريدة للتلاقي بين الشعوب باختلاف ألوانهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وكانت فرصة لإنصاف منطقتنا التي ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود الحضور الكريم نحن على ثقة بأن النسخة الخامسة من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا أشكركم على حسن الاستماع متمنياً لهذا المنتدى النجاح في إقامة حوارات هادفة وتحقيق الأهداف المشتركة شكراً شكراً